وإليكم هذا الخبر الذي وصلنا للتو حيث دشنا ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي أنجيتو تيريانا ينباي الشارع الذي سمت الحكومة باسم مجموعة الاقتصادية والنقدية لدول السماك والذي يقع بحي سابونغالي بالدائرة الثالثة كان ذلك بحضور عمدة مدينة أنجمينة مريم جمعة عباد التي أعربت عن فرحتها في حديثها قائلة أنه من دواعي السرور أن يطلق على هذا الشارع اسم مجموعة السماك وأنها ومساعدها حريصون على الاهتمام به أما رئيس مجموعة السماك هو الآخر أعرب عن فرحته وشكره باسم المجموعة لفقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي يلعب دورا سياسيا واقتصاديا وأمنيا بالمنطقة